السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نقول دائما تمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ ام لطفي وصفة جديدة وفيديو جديد. كما تلاحظوا على الشاشة سوف نصيبوا واحد الكيك بالشوكولة اللي غني فعلا بالشوكولة. كي يجي لديد ويجي معلك والشكل ديال يزوين بزاف. يعني بواحد المادة رائع تبقوا معي ان شاء الله نشوفوا المقادر وطريقة التحضير. عندي في المكونات عندي واحد خمسة ديال بيضاء وعندي كيس السنيدة كيس الزيت كيس الحليب وهذا الكيسان كيس قياس كيس العنبة. واحد الحك ديال ياغورت طبيعي ورشيشة الملح. وعندي الطحين حسب الخالط. هنقول لكم العبارة من بعد ان شاء الله ما يكونوا خدامين. وعندي ثلاث الخمارات وجوج ديال فاني. وعندي واحد صشي ديال كاكاو. وعندي هذا الكاكاو شوكولة كاو هذا اللي كان خدمو به. اللي كان دروه لدراري مع الحليب ممكن اي نوع عندكم ممكن تخدموه كي يجيزوين. وغانمشيو ان شاء الله نشوفو اول حاجة ان ناخدوا واحد المعلقة ديال الخل غانديروها في ديك الحليب. باش كتعطينا ديك الحليب بحل كايروب. وهذا صدقوني هاد هاد طريقة هدي كتعطيكم واحد تعليكة زوين الكيك ديالكم. اللي ما عندوش الخل ممكن يدير عوحد العسيراد الحامض حتى هي كتوفي بالغارض. سوف نخليه جاني بين واحد جوج ديال الدقيق وغانمشي نصيبو اه نبدو الكيك ديالنا. عندي هنا في واحد البول غادي ندير وغان خدم معاكم اليوم غير بطراب اليدوي. غاندير رشيشة الملح ضرورية كتوزن لنا الماضاقات. وغاندير واحد خمسة ديال البيضات. وعلى فكرة هاد البيضات عندي انا صغارين درس خمسة. لديكم البيض كبير ممكن نديرو غير بطراب البيضات. سوف نطربهم زيان. سوف نزيد معاهم ديك الكاس ديال السكر. وكلا لاحظوا وخاكيني ان حمسة البيضات سوف نديرو غي كاس واحد ديال السكر. لانه سوف نزيدوا فيها من بعد واحد المعلقة ولا جوج ديال الشوكولات الخاص بالدهن. بشكي يعطينا ساوه واحد الماضاق واحد تعليكة. وكنا نعرفوه هو حلو. يعني مخصناش نديرو كاس ونص السكر في اللول. كنديرو غي كاس السكر. ونطربوه مزيان هاد المكوينت. حتى تنسى جملينا ونزيدو ديك الكويس ديال الزيت ديال ناس الدريجيا. ونحن نخدمين في هاد الشكل اللي كتلاحظو. سوف نخدموه مزيان. حتى تنسى جمليا كي تلكم العناصير كاملين. هاد الاثناء غادي نزيدو واحد جوصة شيات ديال الفاني. وحنا كنعرفوه الفاني مني كنزيدوه مع البيض يعني كي هرس لنا ديك زفورة اللي كتكون في البيض. من الاحسن نزيدوه دابا. ما نخليوش تنقربوه نديرو الطحين او لنديرو الطحين. ونخدموه مزيان مع ديك البيض. كي يطلق لنا ديك النسمه ديالو. ولا حتى تنزيدوه نديرو الصاشيات. اللي عنده السائيل يديرو يعني فاني سائيل او فاني ببودرة هم كي جوزوينين بزاف. او لديك الاغوم ديال الفانيل كتكون كونسنتري سييييك جيزوينة. او لديك ممكن ديرو واحد معا القام ديك لاغوم ديال الناطا او لدي الكاراميل سيييك جيزوينة في هذا الكيك. كيف شراب الحليب ديالي بدكيره. نضيف هذا الأثناء هذه. نضيف الحكيه دانون حتى هوايا أو ياغور طبيعي. ونضيف المكونات حتى ينسى جمولية. سوف نضيف المكونات حتى ينسى جمولية. سوف نضيف الفيديوهات طوالين. سوف نضيف المكونات حتى ينسى جميلة. سوف نضيف المكونات الضحين. سوف نضيف المكونات الضحين. سوف نضيف الخميرة سوف نضيف المكونات الحكاكاو. سوف نضيف المكونات الصوية من البلد والسلام. سوف نضيفها في السائل سوف نضيف ثلاثة معلقات كبارين شوكولات الخاص بالأطفال الذين يشربون الحليب سوف نضيفها حبيبات سوف نضيفها سوف نضيفها كامل نضيفها حبيبات مغربلة سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها هذا الكاس الثاني انا كل شي ان شاء الله انخليه لكم مكتوب في صندوق الوصف ونخدمه مزيان حتى تنسى جملينا العناصر ونزيد الكاس الثالث يعني هذه المكونات هي ثلاثة الكيسان ديال الطعين مع ديك الصاشي ديال الكاكاو مع ديك ثلاثة المعالقة ديال الشوكولات يعني كيف نقوله نيسكويك او لا شوكولات كاو لا مهم شوكولات الخاصة للأطفال اللي كان نعطوها لهم مع الحليب صافي هناك نخدم مزيان مكونات ديالي والسير اللي كي يجيب هاد الكاك معلك والديد هي اي نوع عندك ديال ديال الشوكولات الخاص بالدهن مهم احنا كان قولنا هاد الكاك يعني غني بالشوكولات اي نوع عندك الدهن كتدري واحد جمعية لقاتب حال هكذا وتم ما كتخدميهم مزيان حتى ينسى جموليك مع هذا العناصر كتخليهم ملخرين هاد كيتخدميهم كي قتلكم كتخليهم ملخرين عاد كتخدميهم كدبك نوريكم القوام ديالها كي تيكون يعني كتكون مطقيلة مخفيفة وغادي نجيب واحد المول ديالي اللي ديجا مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق وعندي الفران شعله على مية وثمانين درجة وشعله غيل تحت وديرها حتى واحد الطاوة في الرف الوسطاني هو اللي غنحط فوق منها هاد المول ديالي باش كي يطيب على خاطره وما كيتحرق لنا مواله وما كي يجيش وما كي ينشفش منها هاد طريقه كنشعله التحت كنسخن الفران كندخل الفران الى خلنا بعد الخطاط الى خلنا الفران بارد ودخلنا الطاوة ديالنا ما كيتحرق يسخن حتى كتكون هي بداية كتنشف من الاحسن نسخن الفران عد ندخل الكيك ديالنا باش كما ياخدش نوقت طويل في الطياب وما كي نشفش كي يبقى لنا طريق كي يجي يعني طريقي كي يكي نقول هنا غاني نخبط ديالي اللي وحد الخباطة ونجيب واحد العويد او سكين او معي العاقة باش ما يعجبكم غان ندير فيها واحد هاد الشكل هادا نتمنى الصورة توريكم باش لك انتشي هوا الداخل كي يخرج مكيبقوش في هادوك باش مكتجيناش الكيك ديالنا من الداخل في هادوك يعني مجعبة وندخلها للفران هنا كيم ما كتلاحظو هالكيك ديالي طاب وخرجزو غادي نحيدو اول مرة نخليه يبرد حتي يبرد تماما اول مرة حطيتو فوق هاد القبصي اللي اصلا غان نديروه هو هو الاناء ديال التقديم لانه هو سخون ما بغدش نحطه فوق الشبكة مباشرة لانه لكن سخونه حطيتو فوق الشبكة بحل لكي تخسر لي هادوك ديكور ديالو ملتحت نخليه يبرد تماما هادا غايت طحين بقى ملك الرشو نسحتو به هاد الشكل اللي كما كتلاحظو عادي كنوريه ليكم يعني ما محروق ما والو طايب على حقو طريقو ده بغن خليه يبرد وغادي نمشي نصايبو ليه اه يعني القاناش اللي غادي نسقيوه به او اللي غادي نديكوريوه به باش كنزيدو نغنيوه بالشوكولا في واحد الكسرونا عندي واحد وحد البواطا ديال هولالا هادي ديال ميتين ميليلي تخيئية نقطعها وغنديرها هنا فوق نار حتى تقرر يعني تال درجات الغاليين تكتب داكات غلا باش غنطايبو بها الشوكولا ديالنا هادي نجيب عندي هاد نوع ديال الشوكولا شوكولا دو كوفيورتوغ اللي يعني نوعية جيدة زوين بزاف كي يجي لديد هو شوكولا بالحاليبه نقرب لكم اسمية دياله هاد البوكيا في 400 قرام كدير صراحة كدير 50 درهم ولا كدير كنوريكم كي يكون حوبيباس بحال هكا هو بالحاليب غنجيبه في واحد نديره في واحد في واحد زلافة ديال الزاج او بول ديال الزاج ومن انتغلى ديك الكريمة غنخويها غنخويها كاملة غنخوي يعني غنخلي واحد شي شوية لان بغن نصيب به شوكولا يعني اللي غنزوق بها صافي هنا نخلي الغناش ديالي حتى ديك الشوكولا ديالي يعني الدوب في ديك سخونية غنجي نحركها ممكن نحركها شصير بلاس ونبدأ نحركها مزيان غنجي تعطينا ديك الكريمة اللون ديالها لامع في شكل اللي تلاحظون الصورة ونخليها تبرد شوية هاد غادي نمشي نعمرها فوحد الكبوش ونخويها فوق ديك شوكولا وهناك ملاحظون بعدما عمر ديك الشوكولا ديالي او داك القاناش ديال الشوكولا اللي خدمناه مع بعضياتنا كنسقي بيه الكيكة ديالي بعد الشكل هكذا وديرها فوق واحد الشبكة ونفس الوقت ديالي تحسم انه واحد الاناء اللي كتجمع ليه في داك الفائد ديال الشوكولا اللي كيهبط. داك الفائد غنعود نجمعوه للمرة الثانية يعني هاد الكيكة ديالي باش كي يجيني باش كي تشرب ليه مزيان من هاد الشوكولا وكي يجيل ديد كما كتلاحظو ما كنضيعو التى حاجة وهنا غنعود كي قتليكم نسقي باش كلي كتشوك شوكولا اللي هبطات كاملة جمعتها ودرتها في البوش وكي نسقي بها ممكن ديروا غيف واحد البلاستيك غدائي ونطقبوه ونخدمو به فاش ما عجبكم تخدموه او غيب الملعقة صافي هنا بعد ما سقيتها مزيان نخلقه شوية تشرب ليه وغادي نجيب ندكوروها مع بعض اياتنا وهنا كي قتليكم اخذت شوكولا او سوداء باش تجيني مغايرة على الشوكولا اللي اللي درنا الشوكولا بالحاليب ودرسها في حمام مريم بعد شوية ديال كريمة اللي شاطلية ودرسها في واحد جيب ديال يعني صيب ناغي من الكاغيت واحد الكورني ودرنا به هاد خطوط عشوائية بهذا الشكل هكدا كي تجيزوين وهنا غدي ناخد هاد 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 الحبيبات ديال الشوكولا كما تلاحظو هاد الحبيبات ديالنا هاد الحبيبات ديالنا كي يبقى دائما نقول لكم أنا بالنسبة للكيك تزيين كي يبقى لكم اختياري انتما تتفننوا كيف ممعجبكم وبدأك شي المكونات التي تكون عندكم موجودة في الدار تتخدمون بها ممكن دهنوري ممكن بالشوكولا اي حاجة تحت لكم ممكن مهم هو الكيك يكون القوام ناجح مئة بالمئة ويكون الديد وكما تلاحظو يكون الشكل دياله انا سنزيين بعد الحبيبات ديال الشوكولا وعندي احتهد الشوكولا اللي كي يكون مذهب بحلقة كويرات ديال الشوكولا مذهبين الخاصة اللي كتبع يعني لوازم الحلوية كل شي عندهم موجود يعني ما شاء الله احنا عندنا هنا في تيطوان واحد الحانوت يقول له انفاس مع جامع بدر ما شاء الله كل شي عندهم وعندهم الفرع الثاني ديالهم حدا دي فاكتون اللي في شارع الجيش المالكي ما شاء الله عندهم اي حاجة تشعيت يعني الحلوى كينا عندهم يعني شوفوا ما شاء الله كي جا الشكل دياله بزاف حتى الماذاق دياله جلدي وانشاء الله سنقطع لكم واحد وانشاء الله كي سأتعلم وانشاء الله وعندهم وانشاء السيئاء اخباتهم في شوكولات وانشاء الله تستعمل الشوكولات والغاناش كيم لا تلاحظوا وانشاء الله في قائمة وانشاء الله مثلا ما شاء الله ونسيبون أوراق الذهب ونسيبون أوراق الذهب لا تسمعون أوراق الذهب ونرأون لكم ونرأيكم فيديو آخر سوف نضع لكم أطريف تلاحظو غير من تقطيع السكين بمعنى لا رطبا ومعلكا نقربها لكم ونرى الشكل ونرأيكم دائما إلى فيديو قادم إن شاء الله القراءة ب30 درهام تخدمي بها العام كامل ومشاء الله لا يمكن أن أعطيه شكل مغير كي نقوله كتبا لكم الشكل ديالها جاءت 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 من الداخل معلكة وفي نفس الوقت يعني بنينة نتمنى تعجبكم كي قلت لكم وتنالى الريضة ديالكم أنا إن شاء الله سوف نقطع لكم واحد طريف تشوفوا الشكل دياله